طبعا ما ينفعش نتكلم عن التلاوة وما نتكلمش عن شيخ القراء والمقرئين في مصر والعالم في العصر الحديث فضيلة القارئ الشيخ محمد رفعت وللقب بقيتارة السماء هو لقب أطلقه عليه المحبون والمستمعون بعد عجزهم عن التوصل لوصف دقيق يصف صوته العجيب الروحاني الملائكي هو ابن حي المغربلين في القاهرة وفقد بصره فيه الثانية من عمره وتوفى أبوه في سن التاسعة بدأ بإحياء ليالي القرآن الكريم وهو في سن الرابعة عشرة وذا عصيد الشيخ رغم حداثة سنه حتى أنه وقع الاختيار عليه ليكون قارئا للصورة بمسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب بالقاهرة في عام 1918 وهو في الخامسة عشرة من عمره تعالوا نشوف باقي الحكاية عن الشيخ محمد رفعت الشيخ محمد رفعت أحد أهم أعلام المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم والذي لقب بقيثارة السماء كان أول من افتتح بث الإذاعة المصرية بصوته الراسخي في وجدان المصريين عام 1934 وثلاثين ولد الشيخ محمد رفعت في التاسع من مايو عام 1882 بحي المغربيلين بالقاهرة وتصادف أن يكون يوم ميلاده هو اليوم نفسه الذي توفاه الله فيه في التاسع من مايو عام 1950 ولكنه عشق القرآن منذ نشأته وبدأ حفظ كتاب الله في خامسة من عمره عندما أدخله والده كتاب بشتاك الملحق بمسجد فاضل باشا بضرب الجماميز ثم درس علم القراءات والتجويد لمدة عامين ولكن حياته تغيرت بعد رحيل والده وهو في التاسعة من عمره فأصبح يعول أسرته بعد أن حلم بالالتحاق بالأزهر حتى بدأ وهو في الرابعة عشر يحيي بعد الليالي في القاهرة بترتيل القرآن الكريم وبعدها صار يدعى لترتيل القرآن في الأقاليم وعن الذين سعدوا ففر جنة قابلين فيها مع عذابة السماوات تميز الشيخ محمد رفعت بصوت جميل وأسلوب فريد مميز في تلاوة القرآن فكان يتلو القرآن بتدبر وخشوع يجعل سامعه يعيش معاني القرآن الكريم بكل جوارحه وكان يبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والبسملة والترتيل بهدوء وتحقيق وبعدها يعلو صوته فهو خفيد في بدايته قبل أن يتعالى صوته بآداء رشيد يمس القلوب كما كان ينتقل من قراءة إلى قراءة ببراعة وإتقان وامتلك الشيخ محمد رفعت طاقات صوتية هائلة جعلته يستطيع الانتقال بسلاسة شديدة بين المقامات أثناء تلاوته للقرآن الكريم كما كان صوته قويا لدرجة أنه كان قادرا على الوصول لأكثر من ثلاثة آلاف شخص في الأماكن المفتوحة إن هذا القرآن يهدي للذي يقول ويغشب وكانت معظم تلاوات الشيخ محمد رفعت بمسجد فاض الباشا في القاهرة الذي يقصده الناس للاستماع إلى تلاواته وكانت تبث الإذاعة المصرية حفلاته من هناك كما كان يتلو القرآن في جامع المرسي أبو العباس بالأسكندرية خلال الصيف إضافة إلى تلاواته الحية على الهواء من دار الإذاعة المصرية التي تعاقدت معه من أول افتتاحها لسيما في رمضان وبعد مرضه خصصت الإذاعة مبلغ عشرة جنيهات معاش شهري للشيخ رفعت ولكن الشيخ توفى قبل أن يتسلمه كما رفض مبلغ خمسين ألف جنيه قدمت إليه في حياته لإعانته على المرض الذي أصاب حنجرته وأوقفه عن القراءة فأجاب بكلمته المشهورة إن قارئ القرآن لا يهان